ملفات كثيرة وحب أن أبدأ مع حضرتك بقى بفكرة الأهلي والإسماعيلي والأداء اللي احنا شفناه والزج بالناشئين والأداء المحترم من الناشئين ومسيماني أصلا وفكره في فكرة هنا يعني بدل ما أنا أروح وأشتري وأعمل صفقات طبعا أنا عندي هنا قطاع رائع وأكثر من رائع وطلع لي أبطال وناس أسابي كبيرة جدا كانت قبل كده في الأهلي فخلينا نبدأ من النقطة دي بالضبط حاجة كويسة أول اللي عملها طبعا مستر مسماني فعلا مجموعة ناشئين مجموعة لعيبة هيلة كلهم مبشرين بالخير وعملوا جيم كبير قوي مع الجونة في البداية طبعا كانت تعالوا طبعا وبعدين مع مبراطة الإسماعيلي طبعا الإسماعيلي فرقة كبيرة وكان احتكاق قوي جدا للناشئين وعلى أسكمهم طبعا مصطفى شبير ومغربي ومانو أحمد سيد غريب محمد فخري يعني عشان من يسأل أحمد سيد عبد النبي كلهم لعيبة مبشرين بالخير يعني أنا شايف أنه هو يعني هتبقى زخيرة قوية للنادي الأهلي خلال السنوات القادمة ويعني أنا شايف برضو إن شاء الله بإذن الله طبعا إنه ممكن بيرسي تاو لو حصل البطولة دي بعد طبعا تعافيم الكورونا هو تعافى خلاص البقان الرسمي صادر يعني بالضبط ليه بقول كده وليس سليمان المجموعة لعيبة لما مجموعة بيبقى في وسطهم ثلاثة أربعة من لعيبات ذو الخبرات أعتقد إن اللعيبة دي هتستفيد بشكل أكبر ويتدوم ثقة أكبر وممكن يعني في المباراة القادمة إن شاء الله نوصل للفوز رغم إن إحنا مش هلقانين قوي على البطولة دي إحنا طبعا بس إحنا النادي الأهلي قوي ما بنلعب بطولة كل الناس بتحس إنه هو عيب بيقول لك خلاص أنا عايز البطولة إحنا ليش كنا منتكلم من بارح برضو كنا بنقول حتى لو دورة رمضانية الأهلي عايز يكتابها يعني بزفت هي دي الثقافة دي ثقافة ثقافة طبعا ممتازة لعيبة النادي الأهلي والناشئين بدليل إن هم تعادلوا في آخر ديئة يعني إحنا دايما مميزين النادي الأهلي ما تأمنشل مباراةك مع الأهلي إلا مع صفارة الحكم صفارة الحكم تفكر إن أنت خلاص أه المباراة تحت ولكن ناشئين النادي الأهلي قدروا إن هم يتعادلوا مع الإسماعيلي طبعا أنا مش هقول حاجة يعني لأ حاجة كبيرة أو لا لعبة النادي الأهلي دايما بتدور على الفوس حتى لو شباب ناشئين أو زي ما حضرتك قلت دورة رمضانية بلش أنا شايف لو إن شاء الله بإذن الله مباراة المقاولين يوم الجمعة أعتقد لو قدرنا إن إحنا نقدر ندعم اللعبة دي بثلاثة أربعة لعبة من اللعبة الكبار أعتقد إنها هيفرق كتير جدا في الشكل والمستوى والنتيجة كمان حلوة أوي